شهدت عدة عواصم حول العالم تظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة كما شهدت عدة مدن في الولايات المتحدة احتجاجات ومسيرات مؤيدة للفلسطينيين ومطالبة بوقف إطلاق النار في الوقت الذي يتعرض فيه أهالي غزة إلى إبادة جماعية من جراء العدوان الإسرائيلي غير المسبوق اندلعت الاحتجاجات في عدة دول حول العالم تنديدا بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الأهالي العزل عدد كبير من العواصم الأوروبية شهدت مظاهرات ضخمة مؤيدة للفلسطينيين حيث سار مئات الآلاف من الأشخاص في لندن في مسير مطالبين بوقف آلة القتل الإسرائيلية ووقف إطلاق النار مرددين هتفات فلسطين حرة من المردددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد وفي أماكن أخرى من أوروبا شارك ألاف الأشخاص في بروكسل وباريس أيضاً في مظاهرات مؤيدة للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وتنديداً بمواصلة قصف الاحتلال الإسرائيلي للأحياء السكنية والمستشفيات والمدنيين في غضون ذلك تجمعت مجموعات من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بالقرب من الشارع الذي يعيش فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن في ولاية ديلاور الأمريكية للدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة وحمل العديد من المتظاهرين الأعلام الفلسطينية وفي مدينة نيويورك تجمع المتظاهرون في دائرة كولومبوس قبل السير إلى المنطقة المحيطة بطايمز سكوير وفي النهاية إلى جراند سنترل حيث أغلقت المظاهرات مؤقتاً طرق الوصول إلى المحطة وفي ولاية تأسادني شارك المئات في مظاهرة مؤيدة لفلسطين في ميناء بوتاني أكبر ميناء للحويات للمطالبة بمنع سفينة إسرائيلية تعمل في مجال الشحن وتعد شركة رئيسية لنقل الأسلحة كما شهدت عدة دول حول العالم احتجاجات مماثلة للمطالبة بإدخال المساعدات ووقف إطلاق النار